فكرة انه يبقى عندنا تقريبا اكتر من 25% او 30% من المدربين الموجودين احنا نكلف 7 او 8 مدربين موجودين في الدورة المصرية هذا الموسم اجانب دي ظاهرة ولا شايفها انه عادية عادي طبعا طبعا البريمير ليجي الاحسن مننا في اجانب كتير مع العلم ان الاجانب في الدورة الانجليزية كان من قدس الارداس من الممنوعات تحديدا الدورة الانجليزية لا ما اقول تحديدا يا خبر واللعيبة الاجانب في الدولة الانجليزية كان حاجة ممنوعة بس الكرة الانجليزية كانت يعاني تعبانة جدا وكيك ان راش ومش عارف ايه وبعدين لما تعاملت الثقافات الاجنبية مدربين واللعبين البريمير ليج بقى حاجة ما شاء الله عقبالنا طب ومناسبة البريمير ليج عشان يبقى عقبالنا يعني بقى كفر مباراة بتاعة المبارح الستي وليفربول خلاص اذا استمر لك كده كلاسيكو الارض حيبقى لو استمروا هما الاتنين حيبقى سيتي وليفربول مش ريما ديدو برشلول لا اه وانا اقول لك ليه فضل المطشين كانوا في نفس الوقت يدخلوا في بعض اه اعتقد ان مصر كلها مش مصر كلها العالم العالم كله مش العالم العربي بقى العالم الكوكب كله كان بتفرج على منشستر منشستر سيتي وليفربول اه لو انت بسط للقطات فيه ثلاثة ديربي مبارح سيتي وليفربول ريال مادريدو برشلولونا باريسين جرمان ومرسيلي finde الأولاني إقاع سريع ونار تحس أن فيه ناس يعني حاجة جبارة المطش فيه جون واحد لكن أنت مش قادر يعني أنت معك وبيت شاي أنا أكتب أشربها كده يعني مش هلالت تنزل تبصيلها لا أو ساعة مش عارف أمسكها عشان بيمركز كل ثانية ومطش ميقفش مطش ميقفش خالص الريال ما يديه ببرشلونا تلاقي الإقاع أهدى شوية صحية باريس بقى ومارسلية والله بالتصوير البطيئة أنا حسيت أنه تصوير بطيئة هاي فقط عن مبارد باريس ومارسلية أجزاء منه يعني أجزاء منه عدت عليك الكرة بتاعت ميسي الفاول لا ما خدتش ميسي ميسي كان عنده فاول على حمول منطية الجزاء فمدرب مارسلية حط حيطة قدام ميسي ووراها حيطة وحط تلت لعيبة مع الجول في الجول يعني عمل حتين وتلات ميسي حطها في العرض يعني كنت راح أنا زايلت أقولنا ما دخلتش جول من كتر ما كان هيبقى حدث أنه أعمله كل حاجة طيب أرجع تاني مبارات سيتي وليفربول كنت متوقع أن ليفربول يعمل مبارات كبيرة زي دي ولا كنت أنت زي بعض من الناس المتوقع أن السيتي هيخش كانت كل توقعات أن السيتي هيكسر ليفربول طبعاً حما بقية أن يورغون كلوب بيلعب بيعرف يلعب مع جورديولا وخمس مرات لعبه ومنش حافظة إلى سبع مرات تعدلوا خمسة الويفربول كسب خمسة وبعدين على أنفل بتحديداً يعني وتعادلوا مرتين أو بعدين برسلونة بزرطة مشستر سيتي كسب مرة كده يعني فيقول لك اه يورجون كلوب يعرف فيه لعب معك بس يورجون كلوب غير طريقته غير اسلوب بتاعه في المباراة في المتشاط لأنه بعد حكاية التحرك الكامل بتاع الفريق العشرين متر بتحرك فيهم دول والضغط العالي الفريق كله يضغط بطلها ما بقاله 3-4 مباريات وبيلعب 4-2-3-1 أحياناً وغير مكان صلاح كمان بيغير وحكاية الضغط العالي اللي كان منهك جداً للعيبة ليفربول لا غيره وهو نفسه قال احنا لازم نتغير لازم نعمل حاجة جديدة تخلي الخصم اللي بيلعب قدامنا يفكر وحنا بيلعب معاه فهو بيغير وغير ده حتى قدام لاحظوا ان الرباعي بتحخط الضهر ما سابوش نص ملعبهم بتقولوا على نص الملعب عشان هلند وعشان فودن وعشان وعشان لا ما تعملش ده فده ضغط كمان فكرة ان صلاحة وقال سن بيكر للثالث مرة ليعمل أسست الصلاحة في تسعة ثوانية ولا عشرة ثوانية من أول ما ضرب الكرة لغاية ما صلاح تسجلها ده حاجة عظيمة جدا ومهارد صلاح طبعا تجلت تشوف الأجانب أو الإنجليز يعني بيوصفه استلام صلاح ايه وعادلته ازاي للجهن وتصرفه في كرة ازاي اشتركوا في القناة